بالعودة إلى تطورات في الشرق الأوسط بالطبع في ظل ترقب لساعة الصفر وتمسك إيران بحقها في الرد على إسرائيل التي تتهمها بتنفيذ عملية تصفية إسماعيل هنية داخل طهران اشترط مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أدلة استخباراتية أمريكية متطابقة لتلك الإسرائيلية لشن هجوم السباقي وقائي ضد إيران وحلفائها فيما تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة كما تحذر طهران من التصعيد مع اقتراب ساعة الصفر المحتملة تترقب إسرائيل الأحداث المقبلة بقلق وتعيش حالة تأهب قصوى مؤسساتها الأمنية تصيغ مجموعة من الردود حال وقوع أي هجوم من قبل إيران أو حزب الله وحلفائهما وتبحث خيار اتخاذ إجراءات أو هجمات استباقية تشنها في لبنان أو مناطق أخرى إذا اقتضى الأمر وفقا لما أفادت به وسائل إعلام الإسرائيلية نحن نراقب أعداءنا على كل الجبهات وبالتحديد حزب الله في لبنان لدينا خطط واسعة ونحن على درجة استعداد عالية للتحرك سننفذ أي أوامر نتلقاها من القيادة السياسية بشكل فوري خيار الضربة الوقائية الاستباقية مطروح على الطاولة كجزء من الإعداد للإجراءات المضادة اقترحه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء الأجهزة الأمنية لكن مسؤولين أمنيين اشترطوا أدلة تتطابق مع معلومات المخابرات الأمريكية لتنفيذ هكذا ضربة فإسرائيل لا تزال غير متأكد مما يمكن توقعه من إيران ولم يخرج الاجتماع بصورة محددة لطبيعة الهجمات في ظل وجود إشارات حول تحضير إيران لأكثر من جولة من الهجمات والهجمات المضادة حسب تقرير للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إيران وأعوانها يسعون إلى تطويقنا بحلقة خانقة من سبع جبهات عداؤهم المكشوف لا يشبع ونحن مصممون على الوقوف ضدهم في كل جبهة وفي كل ساحة سواء كانت قريبة أم بعيدة وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران عبر حلفائها الأوروبيين من أي تصعيد مشيرة إلى أن أي هجوم كبير على إسرائيل سيلقى ردا قويا إذن مشاهدين بالعودة للأخبار العاجلة وفقا لمسؤول أمريكي للعربية إنجليش يقول إصابة جنود أمريكيين بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق إذن مسؤول أمريكي في تصريح إلى العربية إنجليش يقول إصابة جنود أمريكيين بالهجوم على قاعدة عين الأسد مدير مكتبنا هناك ماجد حميد كان قد تحدث عن أن هذه الصواريخ أطلقت لأول مرة من منطقة حديثة لأول مرة على هذه القاعدة التي تضم قوات التحالف ومن ضمنها بالطبع القوات الأمريكية إذن مشاهدين نكمل في هذه الجولة الإخبارية حيث حدث أطراف دولية عدة على تفادي تصعيد في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية إذا أعلنت الرئاسة الفرنسية عن الرئيس إمانويل ماكرون أجرى اتصالا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول فيه تصعيد في المنطقة والتحذير منه وتحدث بيان الإليزي عن توافق فرنسي سعودي على التحذير من عواقب التصعيد العسكري بالمنطقة وأكد ماكرون أن جميع الأطراف المعنية يجب عليها أن تتجنب استخدام العتاد العسكري الذي يغرق المنطقة في الفوضى كما أعلنت الرئاسة الفرنسية عن اتصال مماثل لمكرون مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أكد العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني خلال التصال الهاتفية تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة خفض التصعيد الدائري في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها لحرب نقليمية وأشدد الملك عبدالله الثاني على أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة كما أكد خلال الاتصال الهاتفي ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه وفق معايير واحدة وحذر الملك عبدالله من خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطدون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب التي تسادف الوضع التاريخي في القدس كما أكد أهمية دور الولايات المتحدة في وقف الحرب على غزة والتفعي باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيجاد أفق سياسي حقيقي على أساس حل الدولتين من جانبه يعرب الرئيس بايدن عن شكره للملك عبدالله على جهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة قالت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أجرى مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين لبحث التصعيد في المنطقة وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن عبدالعاطي دعا جميع الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس وأضاف البيان أن هناك توافق بين القاهرة وواشنطن على السمرار جهود مفاوضات وقف النار في غزة قال الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا وصل إلى تل أبي وأجرى مع وزير الدفاع يو آف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي تقيما مشتركا للأوضاع الأمنية وللسعدادات كجزء من التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أن بلاده تحارب إيران على سبع جبهات مشيرا إلى أن إسرائيل لديها طرق لم تكشف عنها في الرد على إيران نخوض حاليا حربا على سبع جبهات تشنها إيران التي تسعى إلى خنقنا ولكننا بالطبع نعمل على القضاء على وكلائها الإرهابيين نحن نعرف كيفية التعامل مع إيران بطرق أظهرناها بالفعل وأيضا بطرق أخرى لم نكشف عنها دفاعيا وهجميا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريحات جديدة أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد لكنه أشار إلى أن الرد على إسرائيل هو أمر ضروري إيران لا تريد تصعيد التوتر في المنطقة إن النظام الإسرائيلي هو مصدر التوتر في المنطقة وللأسف وبسبب نفوذ أمريكا في مجلس الأمن ستواصل إيران حقها في تأمين أمنها والرد على المعتدي بالقوة ولا يحق لأحد أن يشكك في حقوقنا في الرد على المعتدي إن إيران تتصرف في إطار ميثاق الأمم المتحدة وستتخذ الإجراء المناسب وسوف تتحرك بحزم ضد السلوك المغامر لإسرائيل لقد أعربت طهران دائما عن موقفها بشأن الوضع في المنطقة في إطار علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان المجاورة من جانبه قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إسرائيل أخطأت في حساباتها عندما اقتلت هنية مهددا أنها ستتلقى ردا حاسما في المكان والزمان المناسبين إسرائيل ستتلقى ردا حاسما في المكان والزمان المناسبين وستعرف أنها أخطأت في حساباتها سيكتشفون متى وأين وكيف سنرد الرد سيكون غامضا وغير محدد ترجمة نانسي قنقر